أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الإدانات الدولية تتمكنت من إبطاء الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطع غزة لكنها لم توقف العمليات العسكرية المدمرة على المنطقة وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أنه على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح الفلسطينية فإن إسرائيل تقول أنها ستواصل عملياتها وتحاول في الوقت ذاته عدم إثارة غضب حلفائه الأمريكيين أكثر من اللازم ومحاولة تحقيق أهداف استراتيجية تعتبرها أكثر أهمية من أن تتخلى عنها